أوضح رئيس ديون التشريع والرأي نوفان العجار من أن الحكومة لن تراقب مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدا أن تعديلات المطروحة على قانون الجرائم الإلكترونية غيتها إتاحة التقاضي للمواطنين المتضررين من قضايا الذنب والقطح والتحقير وهذا ما رفضه نقيب الصحفيين خلال ندوة نقاشية حول تعديلات القانون إلى تفاصيل بين الشد والجذب أقامت نقابة الصحفيين الأردنيين ندوة حوارية ناقشت فيها حيثيات قانون الجرائم الإلكترونية وتعديلاته الجديدة القانون الأبرز على الساحة خلال الفترة الماضية حيث حضر ندوة رئيس ديون التشريع والرأي الدكتور نواف العجارم وعدد من الصحفيين والمحاميين المهتمين العجارم وبصفة رسمية قال بأن تعديلات القانون لن تضر المواطنين مؤكدا على أن الحكومة لن تراقب مواقع التواصل الاجتماعي وإنما جاءت بالتعديلات للحفاظ على حق المتضررين من قضايا الذم والقدح على الشبكة العنكبوتية محاولا بكلامه التخفيف من حدة التوتر الحاصل بسبب التعديلات المسربة مسألة الأمور ترتكب من خلال وسائل الإلكترونية هي مجرمة في معظم دول العالم ليست سنة أردنية خالصة الآن على مستوى البلاد العربية فيه اتفاقية مقررة على مستوى جامعة الدول العربية على مستوى الاتحاد الأوروبي فيه اتفاقية بوداب السنة 2001 ومعظم البلاد على اختلاف عن واحد تجرم كافة المسألة المرتكبة بوسائل الإلكترونية في الجهة المقابلة كان للنقابة رأي مغاير حيث أشار نقيب الصحفيين ركان السعيدة إلى أن النقابة ستظل ثابتة على موقفها الرافض لأي تعديل من شأنه أن يقيد حرية الرأي مؤكدا على ذلك بقوله بأننا لسنا بحاجة لقوانين أو تعديلات جديدة إنما نحتاج لمراجعة التشريعات لتعظيم قيمة الحرية تضاربت الآراء داخل الندوة كما كانت تضارب خارجها في الشارع العام خلال الفترة الماضية بين معارض للتعديلات التي ما زلت بحوزة ديوان التشريع ولم تعرض على مجلس الأمة بعد وبين مؤيدا يرى فيها الحل الأمثل لضبط المحتوى المنشور على منصة التواصل الاجتماعي